أشارت بيانات ميزان المدفوعة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 الصادرة عن مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أنه في النصف الأول من هذا العام فقد بلغ فائض الحزاب الجاري في الصين 122.2 مليار دولار أمريكي ونسبته إلى النهتج المحلي الإجمالي 1.5% ولا تزال ضمن نطاق معقول إضافة لذلك كان هناك فائض قدره 230.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام في تجارة الصلع بإطار ميزان المدفوعات وذلك بزيادة قدرها 35% بينما بلغ عجز تجارة الخدمات 43.8 مليار دولار أمريكي بانخفاض 43%